وأكد رئيس السيسي أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعاً دعياً إلى تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء وأوضح رئيس السيسي أن هناك أراد زراعية سوف تدخل الإنتاج الفعلي في سيناء بحلول نهاية ألعاب الجاري نحن نتكلم في التخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى وهنا هي المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الري ووزارة الزراعة مع كل الوزارات كانت مشتركة معنا في الموضوع دوت نحن نتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين مش تخطيط متواضع يعني لا لا نحن نتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا ستمائة سبعمائة ألف فدان إجمال الأراضي الزراعية اللي مفروض أن احنا نتمنى على آخر السنة دي مش كده أحمد على آخر السنة دي على آخر السنة دي تكون المياه موجودة سواء من المحسنة أو من محطة بحر البقر والمخطل بس ناقل ده اللي كان نحن عايزين نشتغل نخلصه في أسرع وقت ممكن دي لوقت ما بعيش فيه مشكلة نقدر نقول النهاردة نحب فيه كمية أراضي نقدر أنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة دي إن شاء الله أنا بكلم هنا على سينة مش بكلم على توشكا ولا الودي النطرون لا أنا بكلم على سينة بس بنتكلم في 600 ألف قديم وحديث يعني فده أمر مهم قوي أتمنى إن إحنا التنمية والذي زي ما أقول كده خطتنا خطة مش متواضعة